عاجل اشتباه بجريمة كراهية في الولايات المتحدة الأمريكية ضحيتها ثلاث طلاب فلسطينيين بهذه الحلقة المباشرة والعاجل رح نقش نحن وياكم ماذا جرى فيما يتعلق بهذه الحادثة شو وضع هؤلاء الطلاب الثلاثة شو خلفيات هذه الحادثة وأبرز ردود الأفعال تحياتنا لكم متابعينا ومشاهديننا من قناة شو الأخبار معكم حسين هاشم وحلقة مباشرة وعاجلة من برنامج خبر عاجل نناقش من خلاله الخبر الذي صدر منذ قليل فيما يتعلق بعملية إطلاق النار استهدفت ثلاث طلاب فلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الموضوع الذي تحدثت عنه وكالات الأنباء ومنهم وكالة رويترز اللي عنوانت يعني ثلاث طلاب فلسطينيين تم إطلاق النار عليهم بولايات فيرمونت والعائلات تطالب بيئة تحقيق واعتبار جريمة كراهية أكيد نحن نتحدث عن هذا الموضوع ليس هناك تفاصيل إلى حد الآن كتير رح نتحدث عن أبرز التفاصيل التي حصلت شو صار بالتحديد بناء على المعلومات المتوفرة لألنا إلى حد الآن أطلق مسلح النار على ثلاث شبان فلسطينيين وهذه هي صورتهم الموجودة قدامكم ثلاث شبان وطلبي فلسطينيين بمدينة بيرلينغتون بولايات فيرمونت اللي هي مجاورة للحدود الأمريكية الكندية والحمد لله نجأ الطلاب لثلاثة ثلاثتهم نجر لحد هلأ يعني بناء على المعلومات المتوفرة اثنين من هؤلاء الطلاب موجودين حاليا بوحدة العناية المركزة وغير معروف مدى الكامل للإصابة في هذا الوقت والطالب الثالث أصيب بجراح خطيرة لكن غير مهدد للحياة بشكل عام يبلغ عمر الطلاب يعني عشرين عام حسب المعلومات الصحفية المتوفرة إلى حد الآن وهني هشام عور ثاني من جامعة براون كنان عبد الحميد من جامعة هارفرد وتحسين أحمد من جامعة ترينتي وتخرج الطلاب الثلاثة من مدرسة في مدرسة أصدقاء رمالة السنوية والتي تدورها مؤسسة الكويرز في مدينة رمالة في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة بشكل عام بناء على المعلومات اللي عم تطلع هلأ هي كلها معلومات صحفية ليس هناك تقرير رسمي من الشرطة إلى حد الآن يعني فيه معلومات صحفية مسررة بمن الشرطة إلى وسائل الإعلام في بيانات صحفية طلعت من بعض المنظمات الحقوقية رح نحكي عنا بس بشكل عام شو اللي جرى؟ عم بيقولوا أنه تلقت خدمة النجدة 9-1-1 أو خدمة الطوارئ بيوت المتحدة الأمريكية اتصال عن حادثة إطلاق أو إطلاق طلقات نارية حوال الساعة 6 ونص مساء نهار السبت بشارع نورس بروسكت وعصر الشرطة على شخصين مصابين بمكان الحادث بينما كان الثالث مصابا بمكان قريب وفقا لوسائل الإعلام المحلي وتم نقل الشبان الثلاثة إلى المركز الطبي بجامعة فيرمونت وهم يعالجون من إصابتهم ووفقا للمعلومات المقدمة فقد تجمع الطلاب الثلاثة معا للاستمتاع بعطلة عيد الشكر عنا هلأ نحن تانكس جيفن بأمريكا وكانوا عم بيرتدوا أو مرتدين الكوفية الفلسطينية كما أبين قدامكم بالصورة ويتحدثون العربية فصرخ رجل فيهم وضيقهم ثم شرع في إطلاق النار عليهم وما يزال المسلح حرا وتبحث الشرطة المحلية عنه وإلى حد الآن لم تصنف الجريمة بأنها جريمة كراهية ولم تحدد الشرطة المحلية بعد هوية المشتبه به في إطلاق النار ولم تحتجز أي شخص إلى حين صدور هذا الفيديو نحن هلأ أنهار الأحد لحد صدور هذا الفيديو بعد لحد هلأ لم يتم التعرف على مطلق النار ليس هناك أي مشتبه به الشرطة بعدها عم بتدور على الشخص الذي قام بإطلاق النار بما يتعلق بردود الأفعال إخواننا أصدرت اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز الأي دي سي وهي من أحد أقدم المنظمات الحقوقية العربية في المتحدة الأمريكية بيانا أدانت فيها الحادث وطالبت فيها السلطات الفيدرالية وخاصة الـ FBI مكتب التدخل والتحقيق بهذه الحادثة وجاء في هذا البيان للمنظمة أنه بعد مراجعة المعلومات الأولية المتوفرة لدينا السبب للاعتقاد بأن إطلاق النار هذا حدث لأن الضحايا عرب ودعت المنظمة السلطات القانونية في فيرمانت إلى التحقيق في إطلاق النار هذا باعتباره جريمة كراهي كما تواصلت المنظمة مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية للدعوة أيضا إلى إجراء تحقيق فوري بجراهم الكراهي هنا عميعتبروا هيدي فهيدي الباكراونت تبع الحادث المدير التنفيذي للمنظمة عبد أيوب قال بتغريدي أنه نحن عم نصلي من أجل الشفاء التام للضحايا وسنقف على أهبة الاستعداد لدعم العائلات بأي طريقة مطلوبة بالنظر إلى المعلومات التي تم جمعة وتقديمة من الواضح أكيد نحن هنا عم نترجم التصريح تبع مدير التنفيذي لمنظمة الأي دي سي نعم بيقول من الواضح بناء على المعلومات التي تم جمعة وتقديمة أن الكراهية كانت عاملا محفزا في إطلاق النار هذا ودعا سلطات القانونية إلى التحقيق فيها على هذا النحو على أنه هي جريمة كراهية وأضاف أن تصاعد المشاعر المعادية للعرب والفلسطينيين التي نشهدها لم يسبق لها مثيل وهذا مثال آخر على تحول الكراهية إلى أن أعرف كما أيضا كان هناك يعني بيان لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أو كما تعرف باسم كير أدان كير الحادثي وغردة المنظمة خلينا نحط التغريب طبعا على موقع أكس وعرضة مكافأة مالية قدرة 10,000 دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة الجاني أو الجنات لأنه لحد الآن ما بنعرف هل يترى الشخص المسؤول هو شخص واحد ولا أكتر من شخص وبالتالي كير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عم بيقدم 10,000 دولار كمكافأة لحيال شخص بيعطي معلومات بما يتعلق بهذا الموضوع أيضا أشار السيد نهاد عوض اللي هو مدير المنظمة إلى أنه نظرا لأتصاعد غير المسبوك في الكراهية والعنف ضد المسلمين والفلسطينيين الذي شاهدناه في الأسبوع الأخيرة يجب على سلطات المحلية والوطنية القانونية التحقيق في الدافع العنصري المحتمل لإطلاق النار خليني أنا أحكي إياكم بإنهي هذا الفيديو شوي بخلفيات هذه الحادث لأنه هذه الحادثة ما عم تجي من العدم وخاصة في الجامعات إخواننا عم تشهد الجامعات الأمريكية خاصة الجامعات المرموقة منها كالجامعات اللي عم بيروحوا عليها هؤلاء الضحايا الشباب الثلاثة حراكا مستمرا وضخما معارضا لاستمرار العدوان الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية على غزة بتعرف ما صار فيه هدني هلأ مؤقتة ولكن دايما التهديدات موجودة وأتت هذه الحادثة في وقت تشهد فيه جرائم الكراهية ضد العرب والمسلمين ارتفاعا كبيرا منذ السابع من أكتوبر وبدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما ارتبط به من مظاهرات ضخمة ضد الموقف الأمريكي المؤيد للعدوان لأنه ما فينا ننسى أبرز تلك الحوادث التي حصلت في إلانوي في شيكاغو حيث قتل الطفل وضيع الفيومي الذي طعنه مالك عقار تسكن فيه عائلته حتى الموت في جريمة كراهية كما تكلمت السلطات وأيضا الرئيس الأمريكي آنذاك وكاميرا عم بيقول مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أن هناك زيادة بنسبة 162% في جرائم الكراهية ضد العرب والمسلمين منذ أحداث السابع من أكتوبر هذا موضوع في غاية الأهمية نحن نقلل على تواصل مع الجهات المعنية فيما يتعلق بهذا الموضوع خاصة مع أخواننا في الـ ADC جمعية اللجنة العربية الأمريكية مكافحة التمييز والأستاذ عبد أيوب نتابع معهم هذا الموضوع لحتى نعرف مستجدات هذه الحادثة إلى حد الآن لم يتم التعرف على الفاعلين أو الفاعل فيما يتعلق بهذا الموضوع لم يتم القبض عليه هناك مكافأة معروضة لأي شخص لديه معلومات السلطات تحقق ولكن التحقيق حاليا هو مستلمته السلطات المحلية هناك مطالبة من الأهالي وأيضا الجمعيات الحقوقية العربية والإسلامية بأنه الـ FBI مكتب التحقيقات الفيدرالية أنه يستلم هو التحقيق باعتباره هيدا جريمة كراهية وليست جريمة عادية أكيد كل الدعاء لهؤلاء الطلبة بالشفاء العاجر إن شاء الله يا رب صلاتنا ودعاءنا معكم ومع عوائلكم وأهاليكم على سلام إن شاء الله يا رب هذه الحوادث مؤلمة صراحة وما لازم نحن نوصلها في ألوات المتحدي الأمريكية لازم دايما يعني نبتعد عن هذه الحوادث الكراهية والعنف يعني إبداء الرأي والتخالف والاختلاف بالرأي مش لازم يوصل لهكذا أمور صراحة من مكان تجهة ومن مكان الضحية ومن مكان الفاعل نحنا رح مثل ما وعدناكم رح نضلينا نتابع هذا الموضوع أول بأول فور صدور أي مستجدات إن كان من السلطات الرسمية من عوائل هؤلاء الشباب أو من المنظمات الحقوقية اللي هي مستلمة هيدا الموضوع رح نطلع ونعمل تحديث بهذا الموضوع فلمن نمتابعنا المتابعة المجانية لايك وفولو على فيسبوك إنستجرام وتيك تاك وسبسكرايب على يوتيوب كان معكم حسين هاشن من قرنشو الأخبار إلى عنقاكم بحلقات مقبلي من هيدا البرنامج وبرامج أخرى إلى اللقاء وبرعاية الله اشتركوا في القناة